واحدة بعتها بتقول لنا بنتي بيطلع شعر كتير قوي في جسمها خصوصا في منطقة الوش فإيه هي طرق العلاج أو إيه هو العلاج للشعر الزائد ده في الواجه يعني وهل ممكن إزالته بالليزر؟ علميا ممكن إزالته بالليزر ده طبعا ممكن إزالته بالليزر بشرط عدم السؤال عن نوع الجهاز أو عندوكو ليزر أو لأ أو إيه الأوفر في الجلسة هل دكتور ممكن واحدة تيجي تعمل ليزر مثلا للواجه أو حالك ترفض تقول لا مش هينفع؟ طبعا طبعا لا ما هو دي بقى النقطة دي نقطة مهمة لأنه في فرق بين الدكتور ومصفف الشعر مصفف الشعر بيصفف لك شعرك أنا عايزة شعري أصفر عايزة أحمر عايزة أزرق زي ما أنت عايزة بيعمله لك ما لوش علاقة عندك صدفية بقى ما عندكيش عندك هرمونات زي ده هرمونات نقصة ما لوش علاقة بالموضوع إحنا هنا الحاجة ظاهرية البنت مدائقة من الشعر اللي فوشها بس ممكن ده يكون عرض على مرض داخلي هو ده الفرق بين الدكتور ومصفف الشعر فإحنا الفريدي عندها مثلا شعر زي في حاجة بنسميها سلسية الهرمون الزكري سلسية أو ترياد بالإنجليزي ترياد أو سلسية أنه ظهور الشعر في الوجه أو الجسم الزي تساقط شعر الراس ظهور حبوب أو دمامل في الجسم ممكن واحدة أو اتنين أو تلاتة يبقوا موجودين في نفس البنت أو السيدة ده بنسميه سلسية الهرمون الزكري إيه سلسية الهرمون الزكري؟ الهرمون الزكري عند البنت لو زاد أو كان سليم بس في حساسية في جلدها زايدة له ممكن تطلع واحدة أو اتنين أو تلاتة دول يبقى إذا لما بتيجي واحدة بتقولي أنا عندي شعر زائد في وشي يبقى الدكتور بيكشف عليها يشوف الشعر الزائد ده شعر زائد فعلاً حصل حديثاً يعني تقولي مثلاً أنا كان وشي كويس بقى لي سنة أو سنتين ابتدى يظهر فيه الشعر ده طيب ده مصحوب ده بقى كده يبقى إحنا بنتكلم في الطب مش كوافرات إحنا بنتكلم كده طب هل هل ده مصحوب بتساقط في فروة الرأس في شعر الرأس تقولي إزاي إذا كان شعر هنا بيزيد مفروض يزيد برضو لا عكس بعد بنفهم كده إزاي من الراجل الأصل لا الراجل مفيش ولا شعرية هنا في رأسه لكن جسمه مليان شعر عادي يبقى إذا شعر جسمنا عكس شعر الرأس اللي هيزود الشعر عند البنت ممكن يضعف الشعر في فروة رأسها ممكن كمان أو لا الاتنين دول يكونوا مصحوبين بظهور حبوب أو دمام الفجل ده فلازم نعالج الموضوع من جزوره ممكن المرحلة النهائية آه نشيل الشعر ده بالليزر ده آخر مرحلة بقى هو الشعر يا دكتور لو تعالج ممكن يقل ولا هيفضل زي ما هو لحد ما يتشاله لا ده ممكن يتعالج ويروح خالص لو تعالجنا السبب الداخلي بتاعه تمام ده سؤال حديث مهم يعني ممكن كمان ده يغني عن الليزر أول حتى لو بدل ما نستخدم عشر جلسات لازم نستخدم أربعة أو خمسة يبقى إذا أنا استفد بدل ما استخدمه على مساحة كبيرة استخدمه على مساحة قليلة وفي الوقت نفسه أكون عالجت السبب الداخلي ما سبب الداخلي ده يكون عندها مشكلة في التبويض مشكلة في الهرمونات تكايوسات في المي بيض لازم يوديها الدكتور النساء يزبط لنا الحاجات دي الأول لكن إن أنا أسيب البنت أنا معرفش عندها أي مشكلة في التبويض أو في التكايوسات أو حاجة واسبها مودهاش لدكتور النساء وقعد بس أشغلها على الليزر بتاع الشعر الفشاء ما بقى إش دكتور لأن أنا أتعامل مع رجالة أتعامل مع الشعر بس مش مع الجسم يعني حالك بتقول إن لو في مع زيادة أو كثافة الشعر ده أعراض تانية مصاحبة زي ما حضرتك ذكرتها ده يبقى كده في مشكلة أخرى غير موضوع إن أنا مش عيرة بس تمام أيوة ولازم معالجها هي الأول يا إما هتضيع للمشكلة الأصلية للبنت جاي بيها طبعا خلال دكتور أمراض نساء يا إما هتضيع للمشكلة للبنت أو السيدة جاي بيها أو هتقلل استخدامي للليزر في الجلسات أو هتقلل استخدامي للمساحة اللي هستخدمها في الليزر في الجلسات دي أهم وعالجت المرض الداخلي أصلا كمودة أهم طبعا